لفتني إعلان يا جماعة الخير في أحد تطبيقات البيع والشراء شخص كاتب بالإنجليزي إنه هو هكر وإنه كان شغال داخل الدار كويب جذبني الإعلان بشكل كبير وقررت اليوم أني أتواصل معه وأطلب منه يا جماعة الخير أني أبغى أخترق إيميل وأشوف تجربتي معه قال لي تواصل معي عن طريق التليجرام حرفياً أول ما قال لي التليجرام أنا زاد الخوف راح الآن ندخل ونكلمه ولكن قبل كل شيء يا جماعة الخير لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتكتب لي رأيك تحت في الكومنتات والشيء الثاني هذا الدرع الثاني راح نسحب عليه والسحب راح يكون للمشتركين داخل القناة كيف راح نسحب كل أسبوعين يوتيوب يحدث المشتركين فاشترك ودخل معنا في سحب على الدرع العشرة مليون طبعاً هذا توى تحت الإنشاء ولكن والله العظيم لأضبطكم شيء أخير تنوي أخير حقين التك توك خذ مقاطعي لا ترجعلي لا تقولوا سامة عادي أنزل نزل سامح لك نزل 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 موضوع لك فيه فائدة لك تسوى يعني لا ترجعلي نهائياً والله أتكلم جد لا ترجعلي طيب يا جماعة الخير قال لي تواصل معي في التليجرام قرر رسالتي وآخر مرة كان موجود قبل ما يقارب دقيقة أتوقع أنه يبغى لي أكتب له لازم تفاصيل أكثر خلني أروح مترجم جوجل راح أكتب لي يا جماعة الخير أنا تواصلت معك بخصوص اختراق إيميل مخيف هذا يبيلها نسفح نسفح يا رب يبيلها نسفح يا جماعة الخير هلا يبيلها شلت شماخ هذه هذا يبيلها شلت شماخ يا جماعة الخير شوفوا ودي أقول له عشان أخسر على موضوعي من البداية وقل أنت تحدث العربية يا الله يارب يقول إي يا جماعة الخير ما ليخلك والله العظيم ما ليخلك من أين تحصل على حسابي أوكي من أين جبت حسابي أنا تواصلت معك في الأمس صح تيجي أي يستردي أوكي نو قلت لأنت عربي قال لي نو أي 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 كنت يو يستردي يعني أنا تواصلت معك أمس الله يرحم والديك خلك معاي شوي يا الله والله أنا مخيف شوفوا أنا سالف التليجرام تخوفني لأن التليجرام بأحيان غير مراقب بقول له هل من الممكن الممكن مساعدتي يقول يوش تبغى هنا يعني شتبغى الآن لدي إيميل أريد اختراق هل لديك بيتكوين؟ الله يا أخي شوفوا أتوقع جمعات خير إنه حقيقي شوفوا ما أدري هو بيقدر يخترق علاوة لكن كلامه وأسلوبه مبين أن صدق شخص يعني متمكن ما هو شخص طبيعي أه بقول له يس يقول هل أنت عندك عملة بيتكوين؟ بقول له يس يس قل لي ون وشه قل لي ون؟ يعني بس إيميل واحد يتوقع إيميل واحد فقط نو معلي عشان كتبت اليوس يس بقول له ثري إيميل إيميل أو شي بغريه إيميل إيميل كيف كتبت إيميل أنا فوق إيميل ثري إيميل وات دقيقة يا جمعة الخير والله لا زم كشوين روح مترجم عشان أنتو تفهمون ونفهم ما هي آه دومين أوكي 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 آه وان جيميل يعني يقصد الشركة حقتها وان جيميل غلط عليه جيميل هوت ميل تو اي يس 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 فهمها وانا أقول له يس بعد أوكي لعبانة الثقافة الإنجليزية القوية لعندي سبحان الله أنتو زي يا جوعة الخير قدام الناس اخي ما عارف أتكلم إنجليزي براحتي أدري عشان التصوير يعيشوا زمان في يوتيوب ولكن أنحرج في الإنجليزية يا أخي الله يأخذ مدرس الإنجليزي اللي درستني ابتدائي وقسم بالله أحط لي عقدة في الإنجليزي أدري هو يدعي عليه بالهداية ولا الله يأخذ الله العظيم أخي أتسم بالله 1500 دولار شوفوا يا جمعة الخير أنا ما معي 1500 أنا الصدق أنا معي 2000 ريال قد راح أخليها المقطع هذا 1500 دولار بقول له السعر مرتفع بشي بقول له السعر السعر مرتفع يا صديقي لازم أسوي نفسي نمون عليه أخوي ميسي فهذا مولد انتو ماي فرند لا كده قلت له ماي فرند كندي صدق صدق اندي طيب بقول له يا جمعة الخير بشي يضمني انك انت شخص صادق ماي ما انت قاعد تكتب علي بقول له هل أنت موثوق أكيد بيقول موثوق ولكن بيقعد يصولف عن نفس أحس أحس يس يقول له هذي أسعار يا جمعة الخير هنا يقول هذي أسعار مايقدر يغير فيها صحي السؤال هذا شوي غبي ولكن والله لازم أسألة والله لازم هل لديك تقييم عملاء بقول له عملاء إن شاء الله أني يفهمها ما هو اسمك يا صديقي فاهد المولد أنا اليوم مع هذا الحكر فاهد المولد أنا فاهد المولد يقول I don't I don't need customer review يقول إنه ما يحتاج أصلا تقييم منتجاته أو الناس تقييم منتجاته يقول ما يهمني تقييمهم I don't I need صح بس جوعة خيري مدري يحس مدري يحسنه كذا عربي وأجنبي يقول I don't we you come ها ما يقول هنا يقول إذا كنت لا تثق لماذا أتيت بعد ذلك أهان أخينا بداي يزبدلي يرى بأ دقيقة الله نوريك أتيت لأني رأيت أعمالك لا أتيت لأني رأيت إعلانك إعلانك لماذا أجيك أنا يعني أكيد أني أجيك عشان يشفت إعلانك فني كيف فني ما فهم أنا أقول لك وش اسمك إيش فني بس ألا سيلة بس ألا سيلة بس ألا سيلة هذه عادة أسيلة لنا ما يعني إننا نعرف هدواني ما هي الأدات أو شي بس ألا هل تستخدم الكالي لينكس طبعا بعلمك ما هي وش كالي لينكس عذا بعد شوي اللي ما يعرف وش كالي لينكس يقول تبغى أن أجيب لك تقييمات عملة بقول لها يس بقول لها يس I need I need I دبل إي دي هنا مسافة يس I need طبعا اللي ما يعرف جمعات خير وش الكالي لينكس لينكس شركة الكالي توزيعة كالي هذه حقة المخترقين يستخدمونها في أدوات المخترقين كلهم هو في الأخير نظام لينكس ولكن لينكس عندها عدة يعني زي ما تقول كيف أجيب لكم إياها مثال لما أقول لك مثلا شركة مثلا هوندا عندها الله يسلمكم أكورد وصفك وفهمتوا كيف لينكس هذا حق المخترقين قل then at will باي وشو شو كيف 2500 ليه قل ثم سيكون 2500 دولار طيب واي وقل للماذا شركة فينا يا جماعة الخير وأنا قاعد أقول لماذا لماذا يكتب 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 يا جماعة الخير وخرب بيته على طول على طول يقول حول لي 1200 دولار الآن ذا صامل جماعة الخير ذا قوي هذه محفظتي أرسلي عارف أنها رقم البي تي اس أوكي يا جماعة الخير الله يدري والله تبعون أدفع المثال دي با كاسرة إذا بيقول والله إذا بيقول 1000 دولار 300 دولار بجرب والله لا أجرب أنا قد جربت على 400 أو 500 دولار ولا أنا راح أجرب على ذي إذا قال لي 800 دولار بقول له صديقي سأدفع لك النص لك النص نص فالمبلغ نص المبلغ يقول يقول وين آي أوه أوكي يعني شغلي كله 2500 دولار يقول حول لي 1300 بعدين حول لي 1200 200 أهو أوكي النص الآن هيلف ناو ان هيلف افتر ان هيلف افتر طيب ثواني ثواني بقول له أجرب يا عيالة حسوية ما راح أجرب والله لا أجرب هل من الممكن أن تنزل السعر قليلا تنزل تنزل أنت مالخرج أنت مالخرج اي مالخرج تنزل تنزل مالسعر أرجوك أرجوك إذا كانت حاجتك عند الكلب قل لي يا سيدي أرجوك بليز يقولن هذا وقتي طيب سوري اي كانت يقول ما يقدر أخي أريد أن أخترق ثلاث أريد لا شو أقول له أريد فقط لا يكون يحسب الثلاثة صدقون يمكن يحسب الثلاثة بثلاثة بل فين وخمس ايميل واحد فقط أقول له هوت ميل هوت أسوي ايميل هوت ميل الحين هوت ميل وأجربه هوت ميل كم مش قال هنا يا جماعة الخير خلو نشوف شقال يقول هذا سعر الحشرة في السوق حشرة ايش بعد الكلمات ما تطلع اوه خزي الدولار نجرب هوت ميل تبغون نجرب ثواني ما رد على سؤالي حق الكالي لينكس ما عليش دراسة يا ولد شفيك متعلمة في الجامعة تجوحين تفشل لا حبيبي لا تبتقول لي تكالي لينكس ولمين بكتب ما هي الأداة التي تعمل عليها أه أه حبيبي أعلمني وش الأداة اللي عندك وقل له 250 قبل و250 بعد اف 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 ايه 250 اقدر ادفعها يا ولد 500 ريال اقدر ادفعها يعني في سبيل المحتوى والله اقدر ولكن سبيل 1500 دولار ياخذ عليه مقطعين ليه يا أخي خل المقاطع الجاي نجرب بتقول لي تقومي تقومي أنا ترى محصل ناس في تويتر بس ساكت عنهم يجيهم الدور لازم أمر عليهم وش يقول هنا تحقيق بدي يزبد وبارد الوجه مش يقول له والله العظيم وش يقول له طيب ما رد علي 250 قبل يقول له 250 قبل خلني أنا ياخي ودي أدخم الجوال يا جماعة خير عشان أمنشنا نو ليه نو ليه ودي أدخم الجوال عشان أمنشنا ثواني يا ولد أخرو على هذي كيف شو يقول هنا يقول 500 هذا هو السعر الأخير طيب أريد دفع الآن 250 دولار 250 حاذي خلني نسخن وديها له يا جماعة خير وني تايم يا بالحال والله إني عرفت أنه وقتك روق يا بني روق بعد الانتهاء أدفع لك 250 برنك ميوافق إن شاء الله لكم فهمين يا جماعة خير أنا والله إني أروح مترجم وارجع عشان بس نقول لك أنك تدفع الآن 200 300 تمام وبعدين تدفع 200 تمام ورسل لي الإيميل تمام طيب راح نسوي إيميل خرابيط ندخل هاتميل ونسوي إيميل ثواني أيوب نسوي أوتلوك نسوي لنا واحد خرابيط كده أتعب أدافع على فلوس أنا شيء وسام صال الإيميل صال ألوش كاعد يقول أنا بدأ توتر يعني طيب نروح لجماعة خير نقول له اتخذ الإيميل يا بارد الوجه هذا الإيميل تمام وروح نقول له خلني أبو روح أدفع جماعة خير وجه ثواني وين حقا تفعله أجيت ثواني جماعة خير يريد أن أعبي فلوس وحولها له شو نرجع لكم ثواني جماعة خير عبينا المحفظة بالفريال الحين راح نحولها بيتكوين وبعدها نحول لها الفلوس ثواني جماعة خير حولنا لها الفلوس ورسلنا له الآن نحن حولنا لها الفلوس 300 دولار وننتظر وقل لك كم تحتاج من الوقت كم تحتاج من الوقت والله حسن في شي ثانيا ربح لا 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 تكوى لا 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 هلا ها 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 اخي اللي كتنصر يا اخي شيء قال والله العظيم الله اخي اخي اجوعة الخير صيب ها الى هنا اجوعة خير وصل لنهاية مقطع اليوم جربنا ولكن واضح ان الوضع كله كذبه في كذب واضح ولكن والله العظيم تجربتي اليوم كان له هدف معين اللي هي انت بتطيح في نفس الموقف ذا والله العظيم يشوفه خيرة انا طحت فيه عايدي ولكن لا يجي شخص حربي مضعيف يطيح فيه لهذا وصل نهاية مقطع اليوم حسنيني كده مكسورة مكهور واندي أقبع وشككم مالله جماعة خير لا تضغط على لايك تشترك في القناة وكتب لي رايك تحت في كومنتات سلام عليكم اشترك في القناة